قالت محامية المدعين في قضية تحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن عمليات ضد إسرائيليين إنها ستقوم بتفعيل قرار المحكمة للحجز على ممتلكات وحسابات السلطة الفلسطينية المصرفية عبر التوجه إلى وزارة المالية الإسرائيلية التي تقوم بتحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية وقالت المحامية الإسرائيلية إنه من صلاحية وزارة المالية الإسرائيلية خصم هذه التعويضات من ديون أموال الضرائب الفلسطينية التي ترفض السلطة استلامها منقوصة من إسرائيل بسبب اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى منها وكانت المحكمة المركزية في القدس المحتلة قد أصدرت قرارا يشكل سابقة قانونية حمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن سلسلة عمليات نفذها فلسطينيون ما يفتح المجال أمام سبع عشرة دعوا قضائية للتعويض قدمت إلى المحكمة الإسرائيلية بنحو مليار شيكل